بالنسبة المواد الطبيعية والأعشاب الاختصاص الأول ديالك دكتور عيماد شنو هي الأعشاب اللي اليوم صحية وعلاش وكيفاش غادي تستعمل نعم فالأعشاب غادي نشوف مشيس من الأربعة دي الأعشاب اللي هي عندنا في المطبخ ديالنا اللي يمكن يمكن يتكون عندنا وما غالياش فأول حاجة غادي ناخدو نعناع الصوفي اللي كنهضر عليه بزاف نعناع الصوفي فيه واحد لمادة كتسمى السيدخال هاد المادة ديل السيدخال كتتاكطر لنانا على الأحماض الأمينية اللي عدنا في الدماغ ديالنا والدور دليل الأحماض الأمينية هورما ملك حافظو نعناع الصوفي وكنديرها في كاس صغير دي الماء المغلح تكيطلق وكنولي وكندوم عليها كل ليلة وهذه غتكون وقاية وكذلك كتساعد في العلاج ضد التوتر العصابي شحال دلوقت الانسان يقدر يشرب هاد المشروب ديال النعناع الصوفي شحال دلوقت نعم سؤال مهم اختصانة ودرنا الدوزاج قليل باش يمكن لهم ياخدوها مدة ديال ثلاثة اشهر يعني يوميا لمدة ثلاثة اشهر فهذه هي المدة اللي يمكن ديال ديالنا تسترجع القوة واشهد الوصفة صالحة لكل الناس او هناك بعض الحالات اللي ما يمكنش الانسان يشرب هاد النعناع الصوفي خاصة مثلا الناس اللي عندهم القرحة المعيدة او عندهم الحموضة المعيدة نعم فكل الحالاتين كلهم يشربوا الى درواب هاد القياس هذا بهالطريقة وهي خمسة جرام في كاس صغير ديال الماء المغلالي هي نص معلقة صغيرة فهي كعال الناس كلهم ياخدوها اذا خمسة جرام او ما يعادي النص معلقة صغيرة ماشي كتر ديال النعناع الصوفي نعم قدي نديروها في كاس صغير ديال الماء المغلال نعم تيطلق ونشربوها كل الليلة وندعمو عليها مدة ديال ثلاثة اشهر وان شاء الله في الشهر اللول كتولي كتبا النتيجة اذا هذه العشبة اللولة العشبة التانية نعم العشبة التانية فهي معروفة وهي الخزامة ولكن هنا الخزامة سنستعملها بطريقة اخرى فاللينا لول ودك اللينا لول تم تقدير الدم جهاز سنستطيع الساعة صغيرة مغلقاء كبيرة خزامة وقشرة بطريقة لأن الليلة تكون بطريقة مترجمة tear نتبخ منا كête كثيرة ننجد نعم شحال دلوقت نحسبوه مني نطلع الغليا فنتفعو عليها هي وديك الخزامة لي درنا منها شحال لي درنا منها معلقة كبيرة وهنا غادي نديرولا البخار يعني نستعملوا البخار لينيا راسي يعني غادي نغطيو الوجه دي النبا يعني ندير واحد الفوتار راك تعرفوا الطريقة كي باش كتستعمل ونخمس نشقو دك البخار واحد المدة ديال 30 ثقوند يعني 30 ثانية نشقو دك البخار ومن بعد صافي نحيدو ويمكننا نغسلو الوجه دينا بالماء البارد يعني يكون دافي واحد شوية وهنا كنحسو بالراحة إذن الوصفة التانية كرتدر تتاكز على الستين شاق أنكم تشمو هاد البخار وهاد الرائحة ديال الخزامة مطبوخة مع البرتقال هدي كتهدأ التوتر العصبي وكتعاون بزاف هاد العملية يعني هاد العملية إلا كان إنسان متوتر بزاف فيدير هاد العملية هدي وغادي تعاونوا إن شاء الله باش يتغلب على هاد التوتر العصبي هاد العملية يمكننا نديروها جوجد المرات في الأسبوع فقط نجوجد المرات مدة ديالشهر فقط ونحبسو هاد الوصفة هدي والإنسان من يدير ذاك الفوتا ويستنشق هاد الوهد البخار ديال الخزامة والبرتقال شحل دلوقت قلنا نص دقيقة ثلاثين تانية صاف يعود المسألة يعود هاد العملية لا يدير رغي مرة وحدة صاف يعني غاديك البخاري لاستنشقهم مزيان فهذاك الفائدة ديال داك اللي نالون غادي تعطينا إن شاء الله هناك جوج الأعشاب اللي مازال غا نتكلموا عليهم باش نتكلموا أيضا عن العلاجات الفيزيولوجية اللي كينا اليوم في بلادنا تفضل نعم فأول حاجة بعدها غير اللي بغيت نقول أخص التحاليل بعد ذا نديروا التحاليل ديالنا لأنه كين بعض الأمراض اللي كيعطيونا هاد التوتر إلى الأمور مزيانة عاد كنمروا للعلاجات الطبيعية أو علاجات اللي كيمكن تساعد فالنبتغ أو وجوج النباتات اللي يبقى فوحدة هادرت عليها اللي فيها لما غشولين مادة مهمة أحتى هي في التوازن ديالجهاز العصابي ديالنا وكين الباديان اللي كنت نجيمها اللي كنت استعمله في الطبخ وكنستعملهها في المطبخ فهاديك مهمة جدا إذن Display وحدة ديال باديان اللي فيه لانيتورgl ما تogerل ملاهى اللي لكتعاون على محاربة التوتر العصابي كندلوها في كالصغير دي الماء المغلة حتى كتلق وكنشربوها كل اليلة وكندومو عليها كما استعملنا النباتات الأخرى كنمشيول واحد نوعية أخرى دي العلاجات اللي ولت متوفرة فكين علاجات اللي كتكون بالتيار الكهربائي ولكن ما تسمعوش الطيار الكهربائي شي حاجة اللي كتكون صعبة فهي كيكون خفيف واحد تيار كهربائي خفيف اللي كيددار في الظهر وكيددار في الرقابة وكيعطيه واحد نباضات أو كيعطيه واحد الضخ خفيف اللي كيخلي الجهاز العصبي كيبحل كيتريني يعني كنديرو واحد الرياضة الجهاز العصبي دينا كين ما يسمى بلا فوتو تيغابي إذن العلاج بالضوء أو ضوء الشمس فكين واحد اللي كتقلص لنا هذك الضوء دي الشمس وكتعطيه لنا الدس دينا وكنعرفو الطاقة الكبيرة اللي كتعطيها لنا الشمس وكيفاش كتعطينا واحد توازن على المستوى ديال الدس دينا كين كذلك علاجات أخرى بحل طالاس وطيغابي يعني العلاج بالأملاح البحرية أو المواد البحر فاتها من العلاجات اللي اعطت نتيجة كبيرة في محاربة التوتور العصبي كين ما يسمى بلا غيفليكسولوجي لأنها كتخدم لنا على بعض النوقات اللي كتكون عندنا في الأرجل دينا واللي هي كتدخل في التقافة الصينية القديمة اللي هي 3000 عام قبل كنت كتستعمل هاد هاد تقنيات وكينها كذلك تقنيات أخرى مثلا على المستوى اليد فمثلا إلا خدنا الصبع الكبير ديالنا فالفوق دياله إلا درناليا هو واحد المساج خفيف ديال دقيقة فهو كيساعد أننا كيهد لنا التوتور العصبي لأنه تمكينا آخر نقطة لعنده اتصال بالدماغ ديالنا أو مثلا إلا شدينا غير الصبع الكبير ويعني شدينا زيرناه بجوز الصبع ديالنا واحد المدة ديال ديال دقيقة فتهيا كتعاوننا في الارتخاء أو مثلا ناخدو يدينا را كنشوف هذه العملية هذه أننا كندفعو الأعين ديالنا بوحد شوية بالأصابع ديالنا كندفعوهم وكتغمضو عينينا واحد المدة ديال الدقيقة كذلك فاشنو كيدير كيهبط لنا الضغط على المستوى ديال الدماغ ديالنا وحتهيا كتعاوننا في الارتخاء كين مواد أخرى أو ما يسمى بلاغوما تغابي العلاج بالزيوت الأساسية كين مجموعين هذه الزيوت الأساسية لزويلة السنسير إلى شميناهم كي إعطوناه الارتخاء وكي يعاونوا الدس دياننا بشك تحارب التوتر فهيد الزيوت كين ليالانغ يالانغ لي هضرنا عليه الزهرات ليالانغ يالانغ كين زيوت المتوفر عندنا كدلك زيوت أساسية اللي هي ديال الورد فالورد المغربي في الزيوت الأساسي دياله مهم جدا إلى شمينا فاو كي عاونوا في الارتخاء كين لسيت خونيل اللي هو نوع من الكاليبتوس كين كذلك شنو اسميتو بالعربية بالدريجة؟ الكاليبتوس الليموني فهو اللي كي تستعمل ولكن هكذا والإسم باش كاللقاوه في الصيدليات وشي بالصيدليات الحامض كذلك فالزيد الأساسي للحامض غير اللي شمينا فهذا كلاسي تسيدخيك اللي عندنا كي عاوننا في الارتخاء ديال بداس ديالنا والحبق اللي هو كذلك من المواد الطبيعية الجميلة اللي حبق باش نستفدو أكتر من منافع يكون طري فيكون طري لاخدين الزيد الأساسي غادي نشموه ولكن هو طري غادي ناخدوه تلاتة الوريقات دياله طري نديروهم في كالصغير ديال الماء المغلح تيطلق ونشربوه هات الزيوت كيفاش كتستعمل دكتور عامل بكتقول نشموها نحلو القريعة ديالا ونستنشقوها يعني نستنشقو غير ذاك الذك الرائحة ديالا ونعاودو نسدو القريعة فغادي نستفدو منا واش هات الزيوت ممكن أي شخص يستعملها لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة